سين تقدم لخطبتها شاب بمواصفات جيدة وافقت عليه وتم تحديد موعد الخطبة لكن لم يتم أي شيء رسمي ثم تقدم لخطبتها شاب آخر هو أفضل منه في المواصفات وشعرت تجاهه براحة أكثر فهل تأثم إن هي وافقت على خطبة الثاني دون الأول؟ جيم أولا فيما يتعلق بالخاطب الثاني فإنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ثانيا إذا حدث وتقدم للمرأة أكثر من خاطب لكون الثاني مثلا لم يعلم بالأول أو لغير ذلك من الأسباب فلا حرج على المرأة من اختيار الأفضل لها وإن كان هو الثاني وقد صح في السنة أن معاوية وأبا جهم خطب فاطمة بن تقيس رضي الله عنهم فلما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها بالزواج من ثالث وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه فقد روى مسلم عن فاطمة بن تقيس رضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك أي فقير لا مال له انتحي أسامة بن زيد فلا حرج عليك من قبول الثاني ورفض الأول على أن يكون الاختيار مبنيا على معايير شرعية والله أعلم